تحت المنازل الحجرية في مدينة ميديات بولاية ماردين في جنوب شرق تركيا تمتد شبكة من الدهليز التي كشفت عنها البلدية نتيجة أعمال الحفر والتنقيب ويعتقد أنها أكبر مدينة تحت الأرض في تركيا بلغ مجموع مكتوشفة إلى اليوم أكثر من خمسين قاعة متصلة بنفق يبلغ طوله مئة وعشرين مترا وزينت جدران بعضها برسوم غامضة من بينها مثلا حسان منمق ونجوم ثمانية وأشجار ويدو شخص بالغ تياتير 6 شهرمز ميلادتان أجل 9. يوزيلا أسر كرال 2. أشور ناسير بال زمانا تاهلندرل تاريخ كائنكتر باقتنا بزيبو بلغي وكانت هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع سوريا على أبواب بلادي ما بين النهرين محطة أطماع كل الإمبراطوريات الكبرة وتعاقبت عليها الاحتلالات ويقود النفق إلى قاعة ذات أرضية محفورة في كتلة من الحجر الجيري وفي وسطها بلاطة ربما كانت تستخدمه للاحتفالات أو تقديم الأضاحي وعثر أيضا على عظام وكذلك على أثار لحيوانات ومنتجات زراعية كانت تخزن في أقبية خلال عهد العثمانيين